اخوتي اخواتي السلام عليكم تمنى تكونوا بخير وارزقكم رب الفضل التسير والرزق الكثير قد يدي الأضمار سوف يدينا الولاية اربد الأردنية بالضبط على امشي الواحد الغابة اسميتها كفر راكب قصة قصة زوينة خطيرة معقدة امشي الواحد السيد اسمته سامح سامح كل ويكاند يقف في الصباح يقف فيها ويقف فيها يدور فيها يدفعه سبور يقف فيها ويقف في حالته نهر 1 مارس سامح كان يقف فيها السيد ويقف حتى يبدو الكلب هذا الزعضل ويجري سوف يدحك من بعد اكمل طريقه عادي واحد شوية وهذا السامح يتمشى حتى يشوف كلب اخر يحفر يحفر حتى يحفر يحفر ويجري 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 سامح ويجري 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 يبدأ يحفر هناك ذات يبدأ نحن نحن ونحن اغني غني لن تنزول ويجري من دفون تمنى لذلك الساعة تتخلع أرجع له وبدأ عاية الشرطة عاية لهم شنوك وفي أقل من عشرات الشرطة حضرت أخوات الغابة من الناس حيضت الفطولية حضرت الحراس في قاعد الماء داخل لكي لا يقدر يدخل من بعد بدأوا يحفروا في هذه البلاثة بدأوا يحفروا في الجميع ومع هذا العظام كانت واحد جمجم البوليز بجانب هذا الشيء سيجدوا واحد القامجة حمرة سروا بجين واحد البوط نمرة 36 زادوا ونقبوا في الطراب ويقلبوا ويبحثوا يعني الطراب الذي يجدوا فيه هذا العظام ماذا يجدوا؟ المهم من المعاينة الأولية وعلى حسب ما لقى هذا البوليز هذا عرفوا بالله الشخص اللي كان مدفون هنا أكيد بنت ماشي ولد ماشي راجل مراهة لكن شكون هذه البنت؟ الله أعلم هذه الساعة ما عرفوش يقلبوا ويقلبوا 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 ويحفروا على الله إلقوا بطاقة هويات لهذه السيدة هذه إلقوا إلقوا ورقة اللي تقدر توصلهم تكون هذه البنت ولكن والو الحاجة المهمة اللي يلقوا هنا يعني من غير ذلك الحوايج اللي قريبة شوية من هذه البلاسة اللي كانت مدفونة في هالجتة لقواحة جنوية جنوية هي مخمبية مدفونة مغي قريبة المهم خضاو ذلك الحوايج خضاو ذلك الجنوية اللي غالباً هتكون أداة الجريمة وصيفتهم للمعمل الجيناحي صيفتهم ثم باش يقدروا يشوفوا هاش هذا الجنوية فعلاً هي أداة اللي تقتلت بها البنت هذي ولا إلا أما الهيكل العظمي فصيفتهم للمصلحات الطبيب الشرعي وبقوا يتسنوا التقرير خرج لكي قدروا يعرفوا منين سيبدو البحث في التقرير الطبيب الشرعي قال بالله فعلاً هذا الجنوية هذه البنت هذي توفت تقريباً عاماً داباً العمر ديالها في الوقت اللي توفت فيه كانت تقريباً 27 عام طول ديالها مترو سلي مترو سلي سنتيمتر بالنسبة للوزن ديالها فهي كتوزن ما بين 60 حتى 65 كيلو جافت تقرير أن العظم ديال الدرعليمي والجومجومة وحتى العظم ديال الحنك يعني الخط ديالها فيهم أطار ديال الضرب بشي حاجة ماضية شي أداة حادة من بعد التقرير أول حاجة بدأت تكتفكر فيها الشرطة هنا لأنهم خاصة بعدها يعرفوا الهوية ديال البنت شكوناهية بعدها وذلك الشرطة قرروا على أنهم يديروا لها التحليل ديال لدئين يديروا التحليل لدئين ويقارنوهم مع لدئين ديال الملفات ديال يعني ملفات ديال أصحاب السوابق اللي عندهم في داك البنك ديال الأدئين داروا التحليل وداروا المقارنة لكنوا وعلوا ما توصلوا لحتى شي نتيجة مع التطور ديال العين والتي الشرطة العلمية تقدر فقط من خلال الأدئين ديال الشخص تقدر تعرف الشكل دياله اللون ديال عينيه اللون ديال البشرة دياله ويقدروا يعرفوا حتى الأصل العرقي دياله ويعرفوا المنطقة الجغرافية اللي ينتامي لها وفي هذه الحالة يقدروا يديروا رسم تخطيطي اللي يكون مقرب نوعا ما للشكل الحقيقي دير هذا الشخص هذا بالنسبة للشرطة العلمية يعني اللي شدة هذه القضية راهم ديال عندهم الجمجومة ودهك شعلاج جابوا الطبيب الشرعي وجابوا مع هالنحات حتى هوا الجمجومة على العطاء عجبوا الطبيب الشرعي والنحات بدوا يعمروا ومن خلال المعلومات اللي اعطاهم الادئين ديال البنت ومن خلال الشكل ديال الجمجومة بقاوا شوية بشوية كيطلعوا المنامح ديالها بقاوا خدامن على المنامح حتى قدروا يوصلوا لواحد الشكل تقريبي المهم كمعلومة بالنسبة للقضايا اللي كيحاولوا يستخدموا فيها هالطريقة هذي فالمنامح اللي كيقدر يوصل لها طبيب الشرعي وبتعاون مع ذاك النحات كي يكون تقريباً كي يشبه للوجه الحقيقي ديال ذاك الضحية 90% الشرطة هنا من اللي وصلوا لواحد صورة تقريبية من الصورة الحقيقية ديال البنت شنو دالونا؟ بما ان موعد الوفاة تحدد على انه وقع اهمال هذي يعني مادا الجثة تلقات في 2011 فوق جاعة تكون ماتت البنت إذا لا تكون ماتت البنت في 2009 الشرطة هنا قرروا على انه يشوفوا جاعة ملفات اختفاء اللي ما بين 2009 و 2011 وذلك الساعة يقارنوا التصاور اللي كينا في هذه ملفات هذي مع الشكل التقريبي اللي توصلوا لها وهكا قدروا يتوصلوا الهوية ديال هذي البنت فعلا دخلوا التصويرات اللي دالوا للبنت يعني دخلواها السيستام وبدووا يقارنوها مع هكاعة البيانات ديال البنات اللي غبروا ما بين 2009 حتى 2011 المؤيمات عملية المقارنة خضت ليهم بزاف ديال الوقت خضت ليهم بزاف ديال المجهود لكن بدمان الناس اللي مكلفين بهذه العملية كيدروا في خدمتهم خدامة محققين اخرين هتكلفوا لانهم يشوفوا واش ديك الجنوي اللي تلقات حدا مصرح الجريمة واش ديك الجنوي اللي لقوا مدفونه حدا الجتة واش هي اللي تقتلت بها البنت او لا شنو دالوا هنا التاجئول واحد طريقة اللي كيستعملوها في المعمل الجينائي شنو كيدروا في هذه الحالة كيجيبوا العجين العجينة كيغرسوا في ديك الآتار ديال الضرب اللي لقوا على الجمجومة وحتى على الدرا وكيجيبوا عاو تاني عاجين اخر كيطرسوا بهدك الحرف ديال الجنوي من اللي كيشكلوا بالعاجين ديال الآتار ديال الضرب والآتار ديال الحرف ديال الجنوي كيبداوا يقارنوا هاتجوج اشكال او البوليس من اللي قارنوهم اللقوا بان هاتجوج متطابق يعني نفس الشكل اي ان هاتجنوي هي الادات اللي تقتلت بها هاد البنت مية في المياه اذا من اللي هاتجنوي هو الادات المستعملة قروا على انهم يحاولوا يهزوا البصامات اللي في القبضة ديال داك الجنوي دياله لكن بما ان الجريمة وقعت هدي عامين كان صعب عليهم انهم يطلعوا البصامات في الأول لكن في التالي من اللي استعملوا واحدة تقنية كانت تسمى سبخاي صراحة سبخاي يذكره في المصدر وفي القيصة ولكن ما عرفنا شنا هو ما كان شي صورة دياله المهم بداية هذه البصامات كانت تبين شوية بشوية اخضوها وقارنوها مع البصامات ديالاصحاب السوابق ولكن للأسف ما توصلون حتى شي حاشا ولكن وخاها كاك هزودك البصامات احتفظوا بهم في ملف القادية خلاوهم احتياط في هذا الوقت هذا الفرقة اللي مكلفة بمقارنة صور قادروه توصلوا لتصويرها ديال البنت البنت شكل ديالها مطابق مع الشكل اللي توصل له النحات والطبيب من اللي بحثوا في ملف ديالها اللي قالوا هذة البنت ماشي اردونية هذة البنت الجنسية ديالها سوريا هذة البنت هذي كان اسميتها سارة دخلت الأردون في عام ٢٠٠٦ بقعت عيشها فيها حتى العام ٢٠٠٦ فهذا العام هذا فيجا واحد راجل اسميتو كامال قدم مرأسه لأنه هو الزوج ديالها البنت هذي وقدم بلاغ بالاختفاء ديالها عن قبوليس من اللي زادوا بحثوا في الملف دياله السيد هذا اللي قالوا بالله هذي الشخص هذي غيش هرين اسمعه هذي غيش هرين يعني في يناير من عام ٢٠١١ عاود جال مركز الشرطة وبلغ عاود ثاني بالاختفاء ديال الأب دياله يعني عام ٢ بلغ بالاختفاء دياله هذي شهرين بلغ بالاختفاء ديال ببعها يعني دازت عام ٢ على مرته ولغ برب بعض زادوا وبحتوا عاود ثاني لقوب اللي الأم ديال صارة ومها اسمتها عزيزة حتى هي جاءت الأردن ودارت بالاقب بالاختفاء ديال بنتها في الصراحة اللي اللي تبعاد لأم ديال صارة يعني نهار جات باش تبلغ الاختفاء ديالها ديال بنتها سيدة صارحات باللي قبل ما بنتها تغبر كنت كله نهار كتتصل بها وكتبقى تشكى عليها وكتعاود لها باللي عندها مشاكل كتيرا مع رجلها كتقول لها باللي راح كي غير بزار وكتبقى بعض المرات الغيرة دياله كتوصل لحد الشك كتبقى في مكان خروج من الخدمة كتبقى هواك في كيت سناني دي محاضيني إلي جاءوا في التليفون كيقول لي ما عم كتبقى تهضري وفي الأخير هذه البنت هذي كتبقى لم يبقيت شقاة تنعيش معها ومن الأحسن أننا نطلقها نويها عزيزة اللي هي الأم حطت في البلاغ ديالها باللي راجل بنتها هو المشكوك فيه هو اللي غادي يكون صفاها لها البوليس هنا من اللي بيحتوفها دمينف لقوا باللي البوليس شحال هذي راح حقوه في الموضوع لكن ما توصل لحتشي حاجة يمكن ديكساعة حتما كانش الجوتة بنيت ديهم لكن ده بلق ما اللي طلقت البنت فأكيد دكشي اللي صرحت به الأم هو اللي غادي يكون وقع بالصحة يعني الراجل هو اللي صفاها لبنتها رجلها وكما كان لحال في أي جريمة أول واحد كيشكو فيه هو الزوج أو الزوجة ودكش علاج ضغي ناضه واحد جوج محقيقي ومشوه لدار ديالها منها يأخذوا الإفادة دياله ومنها يضربوا شط ليلة على الدار ربما يتوصلوا بشي حاجة ربما يشوفوا بشي حاجة مشوه لدار ديالسي فعلا ناضس تقبلهم بزيال دخلهم في الصالون ديالدار قلس كيهضرناهم بكل آذب واحترام الراجل حادثون قيمة كلام وموزون كي يبنع لها أنه يدرويش يعني من الوهلة الأولى كتتأخذ ذلك نطباعة ديالهات السيد ربما عمرو يقدر يدير شي حاجة بحالهاك السيد ما بيناش في أنه يقتل السيد فعلا كيبان درويش ودرويش تيربصها المهم جلسوا في الصالون وبدأوا يحضروا معها كيف تلكم هذه السيدة اللي اسميته كمان؟ لديه 3 و 40 المهنة دياله مهندس وعنده شركة المحقق عندك الساعة والرواية التصويرات اللي يصيبوا في المعمل الجناعي وسؤاله هو ماذا تعرفها البنت هذه؟ قالوا ماذا؟ هذه رها مراتي سارة؟ واذا لقيتوها؟ واذا لقيتوها؟ قالوا له غايب اللتي لا اسبر باللتي وعودت تصور ديال القامجة ديال السروار ديال جيه وعودت تلك البوط اللي كان مدفوه الحدار قالوا له عود هادو؟ واش تتعرفهم ولا لا؟ قالوا اياه؟ هادو رها مرحواج ديال سارة هادو الحواج اللي كانت لابسه النهار غبرات واش لقيتو سارة ولا مازاب؟ في كانت سارة؟ قالوا له صبار على رأسك نسألوا بعد الأسئلة ديالنا؟ هادو نشوفوا الأسئلة ديالك قالوا له عود لينا على العلاقة ديالك انت ومرتك سارة كيف كانت دائرة؟ فين تلاقيتو؟ كيف حتى تزوجته؟ قالوا يحيت على حساب العلم ديالنا بنتها من سوريا وانت من الأردن كيف حتى تلاقيتو؟ كيف حتى تلميتو؟ قالوا بصراحة أنا في 2006 كان عندي واحد مؤتمر في موسكو وانت لقيت بصارة لأنها كانت تقرأ الهندسة من اللي تعرفنا على وضياتنا كل واحد فينا والذي يبغي لأخي قالوا بصراحة أنا اللي اقترحت على صارة تأتي معي لأردن حتى تخفت إلى بقات في روسيا يقدر البعد يقدر المسافة تخصر العلاقة بناتنا وتقدر تنساني من البحث وذلك الشي لاش؟ طلبت منها بجي الأردن وتشوف الأوضاع كيف دائرة هنا إذا عجب هذا الحال هنا نزوجه ونستقر إذا ما عجبهاش الحال ديك الساعة ترجع لبلادها وفعلا قال لهم من بعد شي شهورا قلال هبطت صار الأردن عجبتها البلاد عجبوها الناس اللي فيها بالزر بلقات خدمة في واحد الشركة ديالترجمة وفي 2007 تزوجنا درنا واحد العرس كده وعشنا مع بعضياتنا مزيان مكان نقص نحي تشيخي بقينا عيش نهاركا حتى النهار 20 مارس من عام 2009 هذا نهار هذا نهار بالضبط كان نجيب الجميع ذاك النهار كنت نقشتنا وصاره في الصبح ومن ثم ساريت الخدمات في العشية قبل ان نخرج من الشركة ديالي بدأت نتصل بها بدأت نتصل بها ونتبخي سأنت صارحة نويها ونذهب لن نبقي في ووزن الويكاد في شي بلاصم بقيت كنت نتصل بها كانت تعصل وكانت عاود وليكن انت شي واحد ما يجاو تصلت بالشركة اللي خدمتها قالوا لي يراها خرجت هذه تقريبا ساعتين في المكان مشيت للدار لم تقيتها تصلت بصحابتها حتى وحدها ما شفتها قلت كنقلب عليها من هنا ونقلب عليها من هنا وتقول الأرض تشقت وبلعتها وفين مشيت هذه البندة ونحن زمان موالفين كانت تخصمها مع رضيتنا ولكن وخاها كان إذا كانت بغى تمشي شي بلاسة وكانت بغى تمشي شي بنت صحبتها وكانت بغى تمشي شي قهيوة على بره وصفيت تفوج كانت تعلمني وكانت تأخذ الإدم يعني كانت تصل بيها وكانت خليش ميساج في حالة أنها لم تريد تحضر معي يعني غضبان عليها ولكن من اللي وصلت لحظة لليل من اللي شفت البنت ما زال ما جاتش مشيت المركز الشرطة وقدمت بلاغ بالاختفاء ديالها بدأت شهر الأول هذا الشرطة أول كل مرة كيتم استدعاء ديالي لكن لم يكن حتى نتيجة ده بغى قولوا لي ما قلتها او لا لا ما قلتها للمرأتي او ما زال قالوا له أصبر أصبر شوية أه باقي نسى لي نشمعك قول لي نسى لي من خلال البحث وصلنا بأن باقي أبدا لك حتى هو غابر وقدمت بلاغ بالاختفاء دياله إذا ما هو القصة له هذا الاختفاء قالوا مياه وليد ديالي الشهر اللي فات بالضبط نهار ربعة فبراير من عام 2011 هذا النهار كنت عندي واحد صاحبي اسمته عالي دوز مع النهار كامل في الدار دياله وقدمت بتأكده وقدمت بتسوله ويمكن لكم تمشي وعنده وتسوله قالوا في الوقت اللي أنا قلس مع صاحبي حتى كان تفاجأ باتصال من مرات الوالد ما رتبك تقول لي رهبك من الصبح هو غابر ورانا ما عرفته فين أعطى الراس ما عرفته فين صد قالوا مشيت عندها وبقى نقلبه ما اللي طح الليل مشينا حطينا بالاغ بالاختفاء دياله ومن بعد مشينا لو مرات الباب طبعنا تصويرا ديال الوالد خطينا منها بالزبن نوساخ ومخلينا في علقناه لكن انتو ما كنتشوفوا لحد الان ما زل ما توصلنا لحتاش نتيجة قالوا له اجيب ايضا ما شاكش هتشوفش شكري مرتك تغبر من بعد عامين اغبر حتى ببك كلم الله العظيم إلا حتى أنا كنقول نفس الحاجة يا عقلي رهما بغيش استوعب هذا الشي اللي كيوقح على الزماء أنا بالضبط الدرس أنني ما بقيتش كرنعس من كطرة التفكير فين غدا تكون غبرة مرتين فين غدا تكون غبرة مرتين صافي هدره هو الحماق بوليس هنا يخصي يدير رأسه بحل محصار بحل محصار بحل محصار بحل محصار بحل محصار بحل محصار هذا درسه كتدخل من هذا الودن وكتدخل من الأخر وكتشيلر واحد من هذا الجوج بوليس اللي قلسي مع كامال ستقدر منهم وطلب من كامال لكي يوريه في كائنة طوالية حشابه فعلا كامال ناض ورهت طوالية ورجع يكمل هدره مع البوليسي الثاني اللي يبقى غاسف صار فهذا الوقت هذا البوليسي اللول اللي ناضع مع المرحاة رهت أصلا دير غير سباب المرحاة باش يضرب طليلة على البطار يقول ربما تباليه شي حاجة باش يهياتك اسيد رنبغ يمشي لها طوالية لاوال وباش كامال ما يعقش باش مينتابهش الأمر البوليسي الثاني يبقى أعطيها كبالك بالأسئلة اللي بوليسي اللي قلس مع كامال بدك يعطيها معلومات مهمة يقول لك قرأ لقينة الزوجة ديالك لقينة هندفونا في الغابة الفلال الفلانية ومن خلال البحث للجنائي توصلنا ان الشي واحد هو اللي صفاها لها وحنا دابا اراها كنحقه في الموضوع وزيد وزيد البوليسي اللي دخل الحمام اراها دخل غيباش يتأكد ان صاحبه صافي اراها ملاهي كامال بالهضاء خرج ضغية وبدأ كيبقشش في الدار كيقلب بعينيه كيسكاني ربما تبلوشي حاجة انا مواهن قال هدبوليسي بي انه اللي دخل الحمام ديالك لقا غيشي توحدة ديالسنا من بعد مشهد ربط ليلاع البيت سديان العاس لاحظ بان النموسية اللي كينا في بيت ناس مرونة لكن غيبن شوفة ستبليه بان النموسية كينا عس فيها شخص واحد خارف يا جلسيد ولكن بين بلاصة واحد حيث بلاصة واحدة اللي تلقيت مرونة واحتمال اثار ديال الراس اثار اللي كيخلي الراس على المخدة اثار واحد اللي بين كينا عسم المخدد الثاني يجب أن نشاهدها من المخدد الثاني لأنه واضح والسيد يعيش في هذا الدار بحديده هذا البوليسي الذي يظهر إلى الكوزينة يظهر في طابلة الكوزينة يظهر في واحد الدواء الذي يقرأ يعرف أن هذه الدواء يأخذها الناس الذين لديهم كتئة اسمها هذا البوليسي التواصل أبقى كي أبكي كي أبكي وكي أحد درجة أن هم أهل البوليس سيقف في أعطيه قلبوا ذلك قلبوا هذا إلى مريك لكن أنهم سيقون في مركز الشرطة يجب أن تأخذ بصمات ذلك أنهم داخل winning لا يمكن أن يكون لديكم على الصباح لكن هذا البوليس قبل أن يخرجوا من الباب داروا عنده وقالوا لي قلوا لي ناسي كمان قالوا لي نابل اللي بينك وبين مرتك شي مشاكل وشفنا الجامعة واتلينا على هذا المشاكل هاته قالوا هم المشاكل اه ها عندي أنويها المشاكل بحال المشاكل اللي يكونوا على الأزواج كامل بهم قالوا لي هي عارفنا لكن سمعنا بأن البنت درجة المشاكل وصلت بها بأنها لا تبقى ستعيش معك البنت أو ستبقى تطلق قالوا ما بنتي صارها مسكينة أصلا كان في مكان دارزو تقول لي يطلقني هي الكلمة اللي على فهم لكن غير كان تصالحه كل شيء تنسى قالوا ما هذا يعني ابنتي بحال هكذا قالوا له أخها قال الموهم غدا تلقوا في مركز الشرطة لا تنسى الشرطة هنا من اللي خرجت من الدار دي لها السيد خرجت خالية الوفاد ما استفدتها حاجة ما في الدياد تجي تالي لكن بالنسبة ليهم مهم كان شي حاجة على الأقل هات السيد كيبقى هو المشتبابه الواحد أو المشتبابه رقم واحد فالقليل المهم أول حاجة داروا البوليس هنا يعني من بعد ما خرجوا من الدار دي السيد تصلبوا حد دكتور نفسي وسولوا على الدواء اللي لقواه عنده تمنى في الكوزينة هذا الدواء دي الاكتئاب يعني امتى كيت تعطى المريض وواش عنده شي مضاعفة سوالله واشنو نوع الاكتئاب بالضبط طبيب قال لهم بأن الوظيفة دي الهات الدواء هو أنه يتحكم بالمشاعر يتحكم بالأحاسيس ديال الشخص اللي كيشربوه وكيخليه حتى ينعز بالليل وبالنسبة دي المسألة ديال واش عند هات الدواش مضاعفة للا قال لهم لا كلها مضاعفة لولو الغد لي من ديجا كامل مركز شرطة من اللي يعطى البصمات ديالو المحققة كان شدوها البصمات هذي وقارنوها مع البصمات اللي يلقوا في الجنوية لكن احتاج للأسف يعني احتاج المقارنة موصلاتهم لحتاج نتيجة يعني البصمات اللي في الجنوية ماشي هما البصمات ديال هات السيدة هذا يعني غالبا مش يولك تلمعاته البوليس هنا صافي ما بقى عارف اين طرفت الخيط غادي يتبعوه ويبدأ منه التحقيق مش هوا بدو يستجوبون الناس اللي يخدامي المعصار كيستجوبوا عاود الجيران اللي كيععرفوها لكن واهلوا ما توصلوا لحتى شي حاجة بشوعة وثاني بدوك يراقبوا الزوج دياله راقبوا التليفون دياله سولوا عليه ولكن ملقوا على السيدة تا حاجة ما كيشكوه ليكون السيد هو اللي صفاه المرته على قبل شي بنته وليش حاجة بحالهك واهلوا الراجل من النهار غبرت مرته هو عايش سولو بحديثه شوطانا من لماذا توصلت لحتى نتيجة؟ كانوا يجي نشوفوا القصة دياله شوفوا قصة البحثة ربما يكون عندهم علاقة مع بعضياته بما ان هذه الشهرين هو غابر يقدر يكون الاختفاء دياله يكون عنده علاقة بالاختفاء دياله مصارا المهم الاسم للأبد هو محمد بدأوا يقلبوا السيدة يقلبوا ماهو أصلوه ماهو خدمتوه فين ساكن البوليس سيكتشف هنا أن محمد يتصابر من الناس الأغنياء اللي عايشين في هذه المنطقة دكتور معروف في المدينة دكتور عنده عيادة كبيرة فيها بزاف ديال التخصصات قبل ربع سنة الزوجة ديال هادسي توفهت ماتت من بعد مادز واحد شوية ديال الوقت تعرف هو على واحد البنت اسمتها كاريمة هاد كاريمة عندها 40 سنة بنت زوينا بنت مؤدبها والله يعمر لي هادار وحتى اللي كانت معها في شعرادة كتعرف كيفاش تصرف كتعرف كيفاش تهدار كيفاش تتاكل كيفاش تكلس يعني حافظ البروتوكول ديال الناس الأغنياء سيد عجبة البنت طلب يديها الزواج وهي قبلها البوليس من يتوصل بهذه المعلومات قالوا اجي خليونا نمشي عداد كاريمة ونأخذوا الشهادة والإفادة ديالها نشوفوا ماذا ستقول في الوفاة ديال صار فعلا مش هول الضر ديال السيتا الضر ديال السيتا كانت على شكل فيلا الضردة ديالها شكون فيها كيتسالة فيها غير الطاوس كان واحد ضياء يعني من ديور البط واحد البلاصة فيها واحد دجاج وشي شكل يعني مش الدجاج اللي كان ناكله لا دك الدجاج اللي كي تربلت زينه كتلقاه من دك النوع النادر محمد كان عزيز عليه يا ربي دك النوع ديال الدجاج الدجاج اللي قليل في العالم أما بالنسبة الكريمة أفعدت سيدا كانت طولة أناقة المهم ممراكة تحمق بالزين لكن وخاها كان بينما من وجهها بالليل مرحة زينة بزيف على رجلة المهمة للناس قدموا راتهم لأنهم بوليس وقالوا الهجينة لالا اليوم باش ناخدوا الإفادة ديالك بشأن الاختفاء ديال الزوج ديالك أما بالنسبة للوفاة ديال صارة رغدا تكون وصلتك للخبار قلت لي هم هي وصلتني فيه للخبار الله يرحمها مسكين لكن بالنسبة للإفادة ديالي هي كذلك المرة جيت عندكم وعطيتكم قاعدة الشيء اللي غادي تحتاجه قالوا هيا لكن هذا الشيء راه جاربه للعمل ضروري ما كل مرة نعاوده نسمعه منه بغينا نعاوده نطلقه معاك وناخده عاود الأقوال ديالك باش كنشوفوا هو متطابقة مع ذلك الشيء نفات ولا اللق قلت لي هم واخر ما كان بس ايوه السيادة شنون نقول لكم قلت لي هم راجلي من نوع ديال الناس اللي كيبغيوا يعيشوا حياة سحية كل نهار كيفيق مع السبعة ديال الصباح كيخرج يتمشى واحد نص ساعة من بعد عاد كيجي يفطر من مورها عاد كيخرج للخدمة دياله لقد قلت لي هم يشعر واحد شوية قلت لكم سيد سيد راقل من ثم امشى العيادة دياله قلت لي هم واخرها كيف قلت مع رأسي سيد رامع مور دارها احتم المتلفون دياله وما زال هنا قلت لي هم من المشي للغاراج ومازال محطوطة هنا مازال مستسيونية قلت لي هم مستحيل الراجل يمشي العيادة دياله بلا طموضي قلت لي هم اللي عيط العيادة دياله باش نسوّل فيه قلت لي السيد رامل بار حماجا صافي ديكسا بديت كنحس بلا شي حاجة كينت قلت لي ديكسا صونيت على أولده كمان وقلت له باكرا غابر قدر هنا السيد تخلع قلت له قلت له بابك من الصباح ما بان من اللي خرج ما رجع قلت لي هم ديكسا بقى كيستهزئ بيه قلت له صافي ما لقيت سيشكوني غابرها غابر وخاك المخلوع بدا كي حالك يصبرها قلت له يا ريح ما يقدرش يغبر ولكن وخاها كاك بقيت كتلو فيه بأنه قلبي سيسكت من الخلا وخاك المخلوع المهم قل لها سنه من هنا للعشية غادي بعن وانا ما باش نخرجوا نقلبوا عليها نوي مهم سيدات سنه احترحت الأشياء لكن رجلها لم يكن عاود تصلت بولده قلت تطلب فيه دعونا نخرجوا ونقلبوا على البول دعونا نخرجوا ونرى مين هو قال لهم فعلا من بعد نص ساعة جاء عندي للطار هزني بالطموبيل ومشينا قدمنا بلاغ عن الشرطة ومن بعد ما قدموا البلاغ تبعوا تصويراته وبدأوا يجعلونها في المناطق العمومية من دينا اللي فيها الرجل بزان ربما شي واحد يشوفوا في شي بلاثة ويتصل بها لكن وانو قالوا قلت لهم من ذلك النار احنا كانسينه وتقول شي واحد مع اي طلينة ولا تصل بينا قلت لهم عافاكم لما قلوا لي واش رقيتوه وللا قالوا لي هل للأسف ما زال ما نجينا عش احنا ما زال كنبحتوه في القاضية اليوم اجينا فقط باش نعاود ونخلو الإفادة ديالك وإلاك شي جديد رقادي نتصلو بك ونعلموك انت اللول البوليس انا من اللي سالة استجواب ديره مع كريمة قالوا شنو هنديرو ما نديرو اجي نحطو التليفون ديالكامال والتليفون ديالكريمة تحت المراقبة نشوفو واش كينش تواصل بيناتهم ولا الله وحاجة اخرى جاء صحابات صارة وصحابها جاء الناس اللي خدامين معاها اي واحد كعارفها نمشي وننخضو البصمات دياله ونقارنوها مع البصمات للجنب الجنوية ودهك شي اللي دارو لكن واهلو احتمص ما مجاتي يهدك مشو عاوتاني عند الناس اللي خدامين في العيادة ديال محمد مشو عن صحابه مشو عن عائته وعلى كين عاودوا واهلو ما قدوا يتوصلوا لحتاجي حاجة المحققين هنا غادي تستاو غادي يحماقوا وممتأكد المية في المية انه ضروري ما غادي يكون شي رابط ما بين هات الجوش ما بين المرأة وما بين الراجل مستحي جوش ديالناس من نفس العائلة يغبروا بهذا الشكل هذا لكن شي حاجة كتقوله من الداخل بانه كينة علاقة شنو هي هات العلاقة الله اعلم المحققين من خلال تقرير اللي وصلهم من عن شركات الاتصالات اللي تابع لها التليفون ديال كريمة أو التليفون ديال كمال من اللي بدأوا كيقلبوا زي ما واش هاد الجوش هادو كيهضروا مع بعضياتهم يعني واش كيطولوا الهضرة مع بعضياتهم ولا لا لقوا اصلا ما كيتعايتوش جاع لكن لاحظوا واحد الحاجة في التقرير يعني في التقرير اللي متعلق بالتليفون ديال كريمة لاحظوا ان هذه السيدة هادي كل مرة كان كيتتصل بها واحد الرقم وكيطول معه في الهضرة من اللي يقلبوا على هاد النمرة هادي فلاليس ديال الارقام الواردة على التليفون ديال كمال لقوا واحده هو كيتتصل به مرة مرة اذا هوا ما مرتبطواش مع بعضياتهم لكن كان هاد النمرة مشتركة هاد السيد كيتتصل به كمال مرة مرة ولكن ماشي بحال ذاك الشيلي كيعيط الكريمة السيدة كيعيط لها كل شوية كل نار قالوا لي اسم اللي يقلب على هاد النمرة من هذا الرقم هاد هو هاد الرقم ديال واحد السيد اسميته سليمان هاد السيد في عمره 42 عام لكن شنو العلاقة اللي كتجمع هاد السليمان بكريمة و بكمال خاصهم يعرفه كل شرح يا من شو يقع بكمال منتجات كيميائية اخرى قالوا له أخ وهذا السيد هذا هل تعرف مرسك؟ قال له مياه هذا السيد فتحضر لعرسنا وطلق معنا شحمره جاء عندنا شحمره تغدى في الدار قالوا له أخ كيف يتعلق العلاقة بها هذا السيد يعني كيف يتعلق العلاقة بها حالياً قال لهم انا وياه صحاب ديال بالصحر وهذا السيد لم يتعلق ليس كل نهار انا مشغول هو مشغول على مره مره في انتلاقه لكن التليفون عمره لم يحبس بناتنا مره مره كانت تعيطه تقريبا مره في كل يومين او مره في كل ثلاثية المهم ما كانت طولهش لم يحبسوش تليفون بناتنا قالوا له أخ أبك كيعرفت السيد اسمته سليمان قال لهم ايه بطبيعة الحال كيعرفو لكن الاب ديالي كيعرفوه غير معرفة سطحياً يعني هذا السلام السلام لم يكن شي حاجة اكثر مهمة التحقيقات هذو كاملة اللي قلنا ملو والتلدابة رغم الدارش مركز الشرطة الدارت غيوص الديور دياله الناس المختفية دياله الناس اللي غبرت يعني يحتاجي واحد نادي الناس هذو ما جابوه لعندهم المركز ديال الشرطة المهم المحقيقين هنا من اللي خرجوا من الدار ديال كامل مشغول الدار ديال الكريمة مشغول باش يسولوها حتى هي واش كتعرفي شي واحد اسمي تسليمان قالوا ميه كنعرفو هذا هو صديق طفولة ديال كامل قالوا له ايه في خبارنا هذش انتي مني كتعرفي هذا السيد قلت له مانا تعرفت عليه في الحفلة ديال عيد زواجنا لولنا ومحمد كنا ندرنا واحد حفلة وكان احتهد السيد هذا من الناس اللي حضروا فيها ومن نمور واحد فترة بغينا نبتلو السباغة ديال الفيلا وبغينا نبتلو السباغة ديال العيادة دراجلي وهذا السيد هو اللي تكلف بالسباغة وعودها لنا كاملة هذه هي خدمته وكامل هو اللي قطرحوا علينا وشكروا لنا بسعر قالوا له اخ عندك النمورة ديالها السيد كانت لهم ايه طبعا الحال عندي حيث في الوقت اللي كان نخدم معنا كتانا اللي كان تواصل معه هو نانا اللي متبعه معها الخدمة الموحقيقين هنا من خلال الجاوب اللي اعطتهم كريمة بدأوا كيشكوا فيها السيدة كتهضر ليهم غير على شحال هذي ما كتهضرش ليهم على دابة السيدة بقي كيهضر معها للآن وزايدون تقرير اللي جاء من شركة الاتصالات كيبين بالسيدة في تواصل مستمر مع السيدة والصبا غير كانت شحال هذي ثم اتقوا كل مهار تصبغوا وحتى المكالمات ماشي ديال المرأة مع الصباة وكالمات ركي وصلوا ساعة دماء المهم قالوا لها إذا سمحتي ممكن ديروا شي ضويرة في الطار قلت لهم ايه طبيعة الحال مرحبا فعلا بدأوا كيضوروا في الطار وكيقلبوا بعينيهم طلعوا الفقر يلطان هبطوا اللاكات واناكي لا شيء يذكر لكن من اللي خرجوا للجردة ومن اللي طلقوا عينيهم في ذيك الخضورية حتى كيبين لهم في البلاصة اللي في المديور ذاك الكرياج ديال الدجاج يعني من اللور ذاك الكرياج ديال الدجاج كنتبين لهم واحد جاجة ميتة داروا لعند السيدة وسولوها ما لها الدجاجة مسكينة ما هو واقع عليها يطلبهم الله أعلم أنا ما كنفهمش في هذا الشي محمد هو اللي مقابلهم هو اللي رض لهم البال من اللي يخبر؟ يمكن مرضات يمكن وقع لها شي حاجة وتكشي عشمات المحقكين هنا وهم كيسولوا له الدجاجة بدأوا كيشموا واحد الريحة في شي شكل ريحة اللي ما كانش مجادة لكن من الخبرة ديالهم عرفوا بلي كينا واحد الريحة كالدور من غير الريحة هذه الدجاجة اللي ميتة يعني الريحة اللي كانت مبحة ريحة ديالشي دوا ديالشي حاجة كيميائية بحديك الريحة اللي كالقفص بيطارات المحقكين شافوا في بعضياتهم داستوا واحد النظرة وما بينوا حتى شي حاجة السيدة اللي معا شوية طلبوا منها وقالوا لها واش ممكن نقوم بعملها ديالشي حاجة مجددا لا عندي مشكلة انا اصلا اتعرمها يمكن لكم اخدوها فعلا المحققين دواها الدجاجة دواها في ميكا وصفتوها للمعمل الجناعي خاصة ان يشوفوا الدجاجة كما تقوم بها وفي انتظار نتيجة البحث ساعدوا عندهم السيد اللي اسمي تسليم ساعدوا لكي يحققوا معه فعلا عندهم مركز السيد مسكساف اللابس مزيان بوغس وهضره بالعبار ومن الوقفة له كيف يبان عليه زي ما السيد جنتلمان مش طعب تحسينها وتحليقها مهم أول سؤال سؤال سؤاله قالوا له اش كتعرف صارة قالوا مياه كنعرفها صارة هي مرت صاحبي ورمسكينها هذه عامين وهي غابره وكمال هذه اللوحة سيمانة باش تتصل بي وقال لي بالليل قواه مرته مصفينها لها مرته دافنينها في واحد الغابة قالوا ليه واخها مهم كده يرا علاقتك بيها قالوا معادي مرت صاحبي وصافي ما عنديش معها شي علاقة مقربة قالوا له واخ ومحمد الأب دي الكمال كتعرفه ولله قالوا ما الله أودين كان عرفه وكان عرف مراته حتى هي كنتعرفت عليهم النهارة عيد زواجهم اللول ومن بعد كانوا تتصلوا بي باش نعود لهم صباغة دي الفيلا ومن بعد تتصلوا بي باش نعود لهم صباغة دي العيادة دي لهم بما أنه كريمة هي اللي كانت مكلفة بتسيير دي الخدمة كنت دي معنويها في تواصل قالوا له واخ خلينا البصنة دي لك والله يعرضك السلامة في هذا الوقت هذا كانت تقرير دي الدجاجة اللي حولوها المعمل الجنائي خلاش تقرير شك يقول كيقول باللي في الدم دي لها الدجاجة كان واحد نسبة عالية من واحد المادة سامة شو الدجاجة طلع لها الطنوش ومشت المختبر الجنائي من خلال البحث اللي لقاوه على هاد شليدارو لقاوه بان المركبات الكيميائية دي لهاد المادة السامة كانت شباه لواحد المادة كيميائية كانت تستعمل مع واحد النوع دي السباغة وهاد المادة بالضبط ما كانت تصنعش في الأردن الأردن غي تستوردها وبما أن هاد المادة خطيرة ماشي أي شركة اللي تقدر تجيبها من على بره ماشي أي شركة تستوردها أن يخصك بزاف ديال الوراق وبزاف ديال الإجراءات مع الدولة عادي مكليك أتدخل على البلاد فهم اللي بدأوا يقلبوا على شكونا ما الشركات اللي مرخص لهم باش يدخلوا هاد المادة لقاوه أن الشركة ديالسليمان من بين الشركات اللي عندهم الترخيص في الأردن الشركات اللي عندهم الصلاح هي باش يدخلوا هاد المادة من بره إذا شنو جاب هاد المادة للجرداد ديالفيل إذا دائرة شكدابة بدأت تكتحهم على سليمها أول حاجة دعوا المحققة خرجوا إذن بالتفتيش ديال الدار دياله وحتى ديال طموبيلته باش يقلبوهم في التشعب لكن ما توصلوا لحتى شي حاجة من بعد جابوا الإذن باش يحفروا في البلاسة فين شموديك الريحة يعني في الدار ديال الكريم فعلا جابوا مختصين وبدأوا كيحفروا كيحفروا كل ما كيزيدوا يحفروا الريحة كيزيد جد بقوا كيحفروا حتى لقوح طروفة ديال العظام لكن ماشي العظام كامل غير طروفة صغار والأغلبية دياله دايبا صافي هنا المحققة بدأت كتتوضح عندهم القضية ضياج مع دكترايفة ديال العظام وصفتهم مختبر تشريح باش يدالهم تحليل ردعه ويقارنوهم مع ردعين ديال الشيطة دسنان دموحمد من بعد من اللي قارنوا البصمات ديال سليمان مع البصمات اللي في الجنوي ولقوهم نفس البصمات سبع الجنوي اللي تقتلت بها البنت صعب الشرطة من اللي توصلت لهذا النتائج قاد غي يعتقلوا سليمان الشرطة كانوا متأكدا بأنه هو اللي غادي يكون صفاها الصارة والمحمد لكن السؤال اللي كي بقى متروح شنو علاقة الوفاد ديالصارة بالوفاد ديالمحمد من بعد عامين صارة راتوفت هذه عامين الأب راتوفت يا هاد الشهر هادا اللي يداز قاد تحقيق مع سليمان مكان سهل سيد كيهضر متبات بكل عقلانية واتق من راسه وداير فيها الدور ديال الضحية شو ما تطيحوا لي الباطل أنا ما بينه وبين هاد العائلة غير خير والإحسان أنا كادا وش أنا بينا فيها مجرم وش أنا هادي المحققين من اللي مدوا منه لحق الباطل قلوا له شو فولد الناس البصمة ديالك اللي قلناها في الجنويل اللي صفيتها بهاد صارة نحن عارفين من اللي انتك تضرب السوايع مع كارينو لو بشوف غير تعرف لو بغيته تسهل علينا و تسهل على رأسك القادية واهلو السيد وتقول وش بغير تعرف ما خلوا إينا دغط مارسوا عليه واهلو السيد مهدا مرزا وكي يجاوب بنفس الحاجة أنا ما عندي حتى علاقة بعد شيء المحتكن هنا من غير البصمات خاصهم شي حاجة أخرى شي حاجة شي داليل اللي يضغطو به على هذا السيد بش يخليو هي تعرف الحقيقة شنو دالو هنا خرجو إيد من النيابة العامة بتفتيش ديال الضر دياله لكن هنا في هذه الحالة أنا مخشي كون تفتيش عادي تفتيش دقيق ما يزغلو حتى شي حاجة فعلا الشرطة هنا بقاعتك تقلب في الضر دياله سليما بقاعتك تقلب حتى طاحت على واحد جوز الضغبات في الفراش دبيت النعاس دياله الشرطة هنا من الإخذات تعينا من لادئين ديال كريمة وقارنوها على الضغبة اللي تلقوا في الناموسيا مطابقين مئة في المئة صافي دالدار قصة ديال العشق الممنوع كعينا في هذه القادية بين هات الجوش كي يبغيوا بعضياته وباش يخلاليهم الجو صفاوها الراجل صفاوها السيد لكن اللي بغوا يفهموا هنا شنو علاقة صارة بهذا الشي هذا كامل على الصارة غادي صفاوها ديها مام قبل ودس عامين عاد صفاوها المحمد الشرطة هنا قبل ما تعتق الكريمة مشوفت شو حتى الضر ديالها من يوصلوا الوحد البيت بيت كين فلاكاف لقوا بذيك الأشعة لقوا شي بقاعي ديال الدم كبار شي بقاعين يتمسحوا منظف مجهد ولكن ونخايا كاك بقى الأثار دياله من اللي داروا التحليل لقوا بأن هذا الدم هاداره ديال محمد فهذا اللحظة الشرطة اعتقلت كريمة وحطتها في مواجهة مع سليمان يا الله سيدي عرفنا باللي بيناتكم علاقة غرامية وعرفنا باللي انتم اللي مصفينها لهذا الجوج ده با عودوا لي نشن وقع بالضب كملونا الحجاية ما عندكم فيين تهربوا المهم سليمان ولو قشرت في كلامه بل لماذا نحتاجي حاجة لكن كريمة من الدقة اللولة غيب الكواليها شوية ويتعرف عتعرفت الحقيقة القصة هما فيها أن سليمان من نوع ديال الرجال اللي عينه زايغة أي بن شاف هك يقول ديالي خصوصا إذا كانت البنت زويني نبسا خصوصا إذا كانت البنت لابسا لها النهار اللي كان معروض للحفلة ديال عيد الزواج ديال كريمة مع محمد عجباته كريمة بدأ كيضور بها كريمة براسها احتى هي من اللي شافت السيد اللي شافتو كيضور بها عجبها بدأت بناتهم ذلك النظرات الرومانسية السيدة هنا باش تبقى في تواصل مستمر مع سليمان قلت كل مرة مطلع الرجل هابلان في شكال السمغة ديال الدر مدقاش زيانة هادي مدقاش ألموت أجين تصلب سليمان يسولوه كيف يفهم في ذلك الشي ديال تناسق الألوان ويقتر علينا شي حاجة جديدة مرة أخرى عاودت تقول لي وعرفت أسي محمد عرفت أنك ندخل العيادة كتجيني كائبة كتجيني كائبة كتجيني الغمة في قلبي هلش من بدلو السبغة ديالة أجين تصلوا عاود بسي سليمان هو اللي بدلها لنا أيوة بدأت العلاقة كتطور بيناته بين هالسليمان وبين كاريمة أو في علاقة غير شرعية سيلة أولت في مكة تحلي على الفرصة كتمشي عندهم الطار واحتوى في مكة يعرف راجلها مصافر أو عندهم شي خدمة كي يجي عندها لفيلة المهم في هذا الوقت هذا العلاقة ما بين سارة و كاريمة كانت علاقة قوية وقوية بزها سارة كانت تعتبر كاريمة بحلقتها الكبيرة في ذلك النهار اللي سارة دابزت فيه مع راجلها في الصباح يعني من لسالة خدمتها تصلت بكاريمة باش تدوز عندها الفيلة وتقلس التهود معها يقلسوا يحضروا مع بعضية و بحل تفرغ عليها قاد صارة كتتتصل بالخراعة تليفون كي يصوني تاوحد ما كي يجاوب فمن لي ما جاوبتها قالت يمكن سيدا لايحة تليفونها في شي بلاسة ولا شي حاجة أجي يمشي عندها الضرنشان ما عشنو هدي وقع فصارة بما أن الفيلة دي الشيخة فهي دي الشيخة فهي دي الشيخة فهي دي الشيخة فتحت الباب ودخلها من اللي ستوصل صارة تلك كلمة واكتنا في وضعها في وضعها صارة هنا من كثرة الصدمة فهي تقلل تغول وتبكي أشهد شيء نشوف حرام عليكم سيدي لديكم على التقيق شوف الليهودية أنت تغضر رجلك لماذا تدري فيها هكذا؟ كلمة هنا بدأت نقف صارة و ترغب فيها ترغب و تزاوغ لكي لا تفتحها لكن سليما المليشة في البنتوال و لم يريد أن تتكلم من اللغوات كان مباشرة للكوزينة أزوا واحد جنوية وهو يجي هاجم بها على صارة يجري البنت المسكينة اللي شفت قصدها بغطاك على رأسها وهي جاءت هذه الضربة اللي جاءتها في ليت الضربة الثانية اللي عودها جاءت ضربة في وجهها الضربة الثالثة جاءت في النص دي على رأسها و كانت هذه الضربة القاضية ضربة اللي طيحتها جدة هامدة كلمة لما يشفوا البنت صافي فقدت الحياة دينا جاءتهم الرعادية الخلعة قالوا صافي إلا ساقلنا شي واحد الخبار مشينا فيها بقاوها كاك من اللي طاح الطلاب شدوا البنت دروع في كفر ديالطموبيل ومشوا بيها حتى الغابة اللي ذكرت ليكم الغابة اللي اسميتها كفر راكب دوالتما ودفنوها من بعد شنو دروش دوالك الجنوي بعد عشوية ودفنوها وخاها كاك تلقات من اللي سيلوا هاد موصيبها ديالهم مركبوا في موبيلتهم ورجعوا للدار بحال لموقع تتشي حاجة وصافي كم لوحيتهم عادي وعلاقتهم قد كي ما هي المهم الهدف من هاد العلاقة بالنسبة الكريمة هي أن هاد تزوج بسليمان نيما كتقول ليه لك تباغي فعلا تزوج بيا أنا مستعدة نتطلق من محمد ونزوج بك السيد هنا يعني هاد سليمان هاد غيك يسمع من هاده هادره كي يقول لي هلا من الأحسب خلينا غيه هاك ما بغينيش نجبدو على رأسنا الصلاح المهم يبقوا على هاد الحال تقريبا مددية العامة من لي دازد هاد العامين هادي الشركة محمد بدأت تقدير فيت تقدير الإفلس ديالها غادة افتجاه الإفلس عيما يتحارب عيما يقوم من هنا لكن وينه صار في الشركة والمعمل دياله ولا هادي اللي هاويه فهذا الحالة السيد بدأ كيف يفتح كريمة في موضوع الزواج لكن من الأحسن أنه ما يكونش من بعد اطلاقها من محمد حيث هم لا يرتاحوا من الناس وينجدوا مشاكل بكثير وينجدوا مشاكل بكثير قال ليش نبالك نصفيوها الرجل ونغبرو له الأطهر انتغي عدوز واحد المدة وينجد تورتي منه الحصيصة وينجي الساعة أرى برا نزوج وينويك ونقدر نعطقه الشركة ونعيشو حياتك بما بغينه كلمة هنا من كثرة ما كانت تريد سليما قبلات ما نقشتش معه هي أصرها دائرة معافضة دائرة معافضة حاجد الأخلاق يعني قاتلة ودائرة أخيانة الزوجية فيها يتبلى هاته صاف يتفهموا وكم طريقة هي هاته بما أنه كمان عنده معامل يصبعها بما أنه كمان يخدم احتفظ تجارة دي الشي مواد كيميائية وعارف باللي عنده واحد المادة خيبة وتقدر تنهي الحياة في أقل من ساعة فعلا نشجب هذه المادة وعطاها لكاريمة كاريمة كانت كل نهار تضرب الراجلها واحد لبراء كانت ديه واحد لها انجيكسيون اللي تجري الدم بحل الدم دياله كانت تختار كاريمة هنا من اللي بغت تضرب هذه البراء الراجلها ما دارش فيها الدوم دارت فيها السم اللي اعطاها سليمان وفعلا من بعد عشرين دقيقة بالضب السيد توفق في هذه اللحظة كاريمة عطت السليمان كاريمة صار فيه السيد والآمنة بآمنته فعلا في أقل من خمسة دقائق ها سليمان هواشا هز السيد وده لك البيت اللي كان فلاك عاف ثالث ما وبدك يقطع فيه طرف طرف جاب واحد برمي برمي الأصلا كان موجدينه موجدينه من قبل هو كاريمة وعمروه باش بلاسيد اعمروه بلاسيد من بعد شده قاعدوا كطروفة ديالسيد وحطوهم بلاسيد باش يدوب قاعدوا كايت سنوح تبال لهم تقريبا كل شي داب قاعدوا هش يعدو مقلات صغيرة هم اللي بقى فيهم شي طريفات صغيرة المهم اللي دابدك الشي امشاء وحتى المور البلاسة اللي فيها الدجاج غيب واحد ربعا مترو يعني واحد ربعا متر كاريم بلاسة اللي ما يوصل لها تاشي واحد قاعدوا كي يحفروا كي يحفروا كي يحفروا كي يحفروا يعني تقريبا واحد يحفروا واحد مترو دلغط تحتلال من اللي سالة والحفيد كن بودك البرمي الكامل يعني دوك السوائل اللي كانوا فيه يجب ان يقريبا من فوقه يجب ان يتحلوا نعموا بأنه مجرد ممكن أن يكون مفلتوا من هذا المواد هذا المواد يجب ان يتقرد ان يكونوا ويجب ان يتحلوا مجرد احد شهور قلعا ثلاثة عشر يوم يقلبوا السيد يجب ان يتحلوا وبما ان الراجل تتحلوا من حصله سيقولون ان يقومون بأمثلة ولا يكونوا شيئا من بعد ومن بعد خاصة المرة ترفع دعوة ديال الورد ويعنوا بأن السيد تفى وصافية تفك الحكاية المهم من بعد ما تجو جهده من بعد ما دلوا الاعترافات ديالهم الكاملة بالقصة وشنو فيها كلمة كما قدت لكم رأي الله ولا اعترف لأنه يلل ولا لنهار الضيء من مرة بعد اعتراف ديالها اعترف سليمان المهم من بعد اعترافات ديالهم دلوا تمتيل الجريمة الجريمة اللي اقترفوا الاولى والجريمة التانية حكمت اليوم المحكمة بالسجن مدى الحياة في الأخير بان بأن الجريمة الاولى عندها علاقة بالجريمة التانية المهم لا يكتب علينا مكاتب الخير والله يخرجنا منظر العب لعب والله يزقنا حسل الخاتمة ويجعلنا خفاف اضراف على قلوبكم اشتركوا في القناة صلى الله عليه وسلم اشتركوا في القناة